عندنا كمان مرسل كولر وازاي بيتعامل مع الاهلي وازاي بيجاهز الفريق لمباراة بكرة مع فارقو معنا من ملعب التيتش الزميل فاروق صلاح عشان يطلعنا على اخر ما تم من ترتبات لمباراة فارقو فاروق مساء الخير وتفضل برحب بك طبعا أستاذ إبراهيم وبرحب بالمهندس عد القيعي وبرحب بالكاتب الصحف الكبير أستاذ أحمد أيوب وبرحب بكابتن النادي الآلي كابتن محمد جودة وبرحب بكل مشاهدينا ومشاهدة ومتابعي شاشة تقلات النادي الآلي في كل مكان بالفعل أستاذ إبراهيم يعني احنا عندنا مجموعة من الأخبار الدسمة النهاردة الخاصة بفريق النادي الآلي وآخر استعداداته لمباراة فارقو لتقام غدا في تمام الساعة التاسعة والربع على استهاد اللقيرة أيضا عندنا مجموعة من الأخبار أيضا الخاصة بفرق قطاع النشئين في النادي الآلي اللي بتلعب مباراة نهائية النهاردة خليني في البداية أطمنك أستاذ إبراهيم على آخر استعدادات النادي الآلي لمباراة فارقو الفريق يعني كان استأنف تدريباته بالأمس طبعا عاقب التتويج بطلا لكأس مصر مستر رامارس الكولر استأنف التدريبات بالأمس وطول فريق صفحة الفوز بكأس مصر والفوز على بيرامدز وخلاص فتح مباراة الدوري ويعني مستر مارس الكولر في كلامه مع اللعبين رافض تماما أي حديث عن التحضير سواء لمباراة السوبر أو لمباراة أي الرجاء كل التركيز بينصب على مباراة فارقو ثم مباراة سموحة النهاردة طبعا الفريق استأنف تدريباته بعد التدريبات يعني الأمس كان مستر مارس الكولر منح اللعبين راحة 24 ساعة عقب مباراة بيرامدز استأنف تدريباته بالأمس والنهاردة عقد محاضرة بالفيديو مع اللعبين اتكلم على أهم التفاصيل الخاصة بمباراة فارقو واسلوب لعب وطريقة لعب فريق فارقو والأمور الفنية اللي طالبها من اللعبين فيها زي قلة لمباراة واتكلم مع اللعبين بضرورة عدم إهضار واستغلال كل الفرص فيه يعني أنصف الفرص فيها زي قلة لمباراة وشدد على فريق فارقو لعب مباراة أمام النادر أهلي كانت مباراة صعبة في الدور الأول وعلى أداءه مستواء الجيد في الفترة الأخيرة خاصة مباراة الاتحاد الأخيرة عايزة أطمنك على حالة المصابين يا أستاذ إبراهيم يعني النهاردة بأكد لك أن النادر أهلي خلاص النهاردة بيستعيد طاير محمد طاير بأكد لك جهازيته غدا إن شاء الله لمباراة الغد بإذن الله بأكد لك جهازية عمر السلية وأيضا محمود متولي الثلاث لعبين خلاص كان يعني ظروف الإصابة في الفترة الأخيرة وعمر السلية كان اشتكى من إصابة بعد مباراة بيرامدز يعني أو أثناء المباراة لكن أنا بأكد لك جهازيته كان شعر بطبعا بجهاز في العضلة الأمامية لكن بأكد لك جهازيته جهاز لمباراة الغد زي ما أكد لنا الدكتور أحمد أبو عبلا إلى جانب محمود متولي وأيضا يعني محمود متولي وطاير محمد طاير وعمر السلية لكن النادي الأهلي هيفتقد غدا لمجموعة من اللاعبين لزروف الإصابة النادي الأهلي طبعا يفتقد لبيرستاو طبعا لنزل البرد وبالتالي غاب عن التدريب بالأمس وأيضا النهاردة وبالتالي النادي الأهلي بيفتقد وفوي مباراة الغد أيضا محمد عبد المنعي ما يغيب عن المباراة لإجهاد في العضلة الأمامية أحمد عبدالقادر إجهاد في العضلة الخلفية رامي ربيعة زي ما قال لنا الدكتور أحمد أبو عبلا عنده جزع فيه مفصل عظمة التركوة برامي ربيعة تكون لمدة ثلاث أسابيع لكن هأكد لك إن شاء الله أن عبدالقادر ومحمد عبد المنعي إن شاء الله يكونوا جاهزين لمواجهة النادي الأهلي أمام سموحها وأيضا هيكونوا جاهزين لمباراتي الرجاء بإذن الأجواء اللي احنا لمسينها داخل الملعب خلاص اللعبة قفلت خلاص مبارات بيراميدز التركيز بينصاب بأصدر إبراهيم على المباراة عاقب طبعا التدريب النهاردة مستر مارسل كولر هيعلن قائمة الفريق وهتاج الفريق للمبيد بأحد الفنادق طبعا استعدادا لمباراتي الرجاء بإذن الله زي ما قلت لك أيضا فيه مجموعة من اللعيبة للشباب اللي بنشوفها النهاردة موجودين مع الفريق طبعا كريم الرجاء برقفة خليل أيضا عودة محمد فخري شايف كريسو من المحتمل بنسبة كبيرة أنه يبقى فيه تغييرات عن النادي الآلي فيه تشكيله عن المباراة الماضية نظرا طبعا أستاذ إبراهيم وباشموند سعاد ليه مجموعة الغيابات اللي بيعاني منها النادي الآلي طبعا قبل مقفل صفحة التدريب أو الاستعداد أنا موجود معك أستاذ إبراهيم لو فيه أي استفسار أو أي تساؤل لا أنا حسألك سؤال بقى أنت أصلك شوقتيني كمان قلت لي فيه نتائج ومتشط حسيمة للفرق النشئيين لو عندك حاجة جديدة ما نعرفهاش قلها لنا بالفعل باشموند سعاد ليه خلينا أقولك أن في هذه الأثناء فريق النادي الآلي موليد 2007 بيخوض المباراة الختمية أمام فريق المقاولون العرب لبطولة الجمهورية لهذا الموسم النادي الآلي طبعا متوج بالبطولة الموسم اللي ماضي الآن النتيجة حتى الآن في الوقت أن أبكلم حضرتك فيه تقدم النادي الآلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف النادي الآلي بيفرق بثلاث نقاط عن فريق أم بصاحب المركز الثاني النادي الآلي يكفيه التعادل أو الفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على لقبه والتتويج للعام الثاني على التوالي بطلا لبطولة الجمهورية موليد 2007 والمباراة تقام على ملعب نادي المقاولون العرب والنتيجة حتى الآن 2-1 للنادي الآلي أيضا فرق البراعم في النادي الآلي بكلم حضرتك على أربع فرق في فرق البراعم فريق موليد 2013 وفريق موليد 2012 و2011 و2010 الأربع فرق دلوقتي بيلعبوا المباريات الدور النصف للنهائي لبطولة زد المقامة بملاعب بنادي زد إن شاء الله فريق 2013 بيواجه فريق فيوتشر فريق 2012 بيواجه فريق بيرامدز فريق 2011 بيواجه فريق اللجونة بينما فريق 2010 بيواجه فريق بيرامدز طبعا نتمنى التوفيق لفرق قطاع الناشئين في النادي الآلي فريق 2007 اللي إن شاء الله هنباريكله بتتويجه إن شاء الله بطل لبطولة الجمهورية وأيضا نتمنى التوفيق لفرق القطاع البراعم في بطولة زد بشمان سعدي شكرا جزيلا يا فاروق على هذه الإطلال الإخبارية المتنوعة وكل التوفيق إن شاء الله شكرا للزميل فاروق صلاح شكرا لكم شكرا لكم